مرحبا بكم بماذا تشعرون عندما ترون الثعابين؟ على الارجح لا تأبهون كثيرا لامرهم وربما تخشوهم بالنسبة الي يمكنني ان تحمل رؤية الثعابين الصغيرة ولكن هناك افاعي اكبر كثيرا من هذه الثعابين غير الضارة اليكم اكبر الثعابين التي عثر عليها على الاطلاع عاشرا الافع ذات الانف المدور عثر على هذه الافع تسمى في شمال افريقيا بالشرق الاوسط يبلغ طولها 150 سنتيمترا اجمالا ووزنها حوالي 3 كيلو جرامات تستطيع هذه الافع افراز سما لا يقل سمية عن الكبرى لذا فانتبه حتى لا تتقدميك على هذه الافع أثناء التنقل في الغابة يبلغ حجم البالغين من هذا الثعبان النحيف حوالي مترين ويحتوي جسده على أجزاء بارزة تتدرج ألوانها من اللون البني الفاتح إلى اللون الأسود هذا الثعبان سام للغاية وهو يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الثعابين البرية سمية في العالم تعتبر هذه الفصيلة من الثعابين فتاكة ولكن لحسن الحظ تعيش فقط في استراليا وإندونيسيا ثامنا ثعبان لاكيسيس موتا هو الثعبان الأكبر في أمريكا الجنوبية يتراوح طوله بين 2.5 و3 أمتار نادرا ما يمكن العثور على ثعبان من هذا النوع بطول 4 أمتار يتراوح وزنه من 3 إلى 5 كيلو جرامات ويمكن لهذا الثعبان إفراز كمية كبيرة من السم ولكنه أقل تأثيرا بعض الشيء من الثعابين السامة الأخرى يعيش هذا الثعبان في الأماكن البعيدة من الحقول في الغابة الاستوائية ومن النادر أن يعتر عليها سابعا المنبى السوداء هو الثعبان الأكثر سمية في القارة الإفرقية عادة ما يتخطط للثعبان البالغ من هذا النوع أكثر من مترين ومن الشائع يبلغ طوله 3 أمتار كما عثر على البعض مما بلغ طوله 4.5 متر ومن الممكن اعتباره الثعبان الأسرع حيث أنه يتحرك بسرعة 11 كيلو مترا في الساعة سادسا البواء العصرة هذا الثعبان هو أول الثعابين غير السامة على هذه القائمة يبلغ طول هذا الثعبان حوالي 4 إلى 4.5 مترا وغالبا ما تكون الإناث أكبر حجما من الذكور يمكنه افتراس الثديات والطيور بحجم صغير إلى متوسط يمكن العثور عليه في المناطق الاستوائية بشمال ووسط وجنوب أمريكا خامسا ملك الكوبرا إليكم ثعبانا ضخما آخر يبلغ طوله حوالي 4 أمتار أما أطول هذه الثعبين فقد بلغ طوله 5.85 مترا ويعتبر أحد الثعبين الأكثر سمية في العالم ولكن هناك ثعبان يفرز السم 180 مرة أقوى من ملك الكوبرا وهو ثعبان الطيبان الاسترالي ينمو على مدار حياته ويعيش لمدة 30 عام رابعا الأصلة البرمية يعتبر هذا الثعبان من أكبر 5 ثعبين في العالم ويبلغ طوله 3.7 متر ولكن أحيانا ما يبلغ طوله 5.74 مترا يعتبر حجم الإناث أكبر من حجم الذكور ثالثا بايثون مولاروس يعتبر هذا الثعبان أكبر حجم من الثعبين التي ذكرناها مسبقا قد يبلغ طوله 6 أمتار من الممكن العثور على هذا الثعبان في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية في الهند وجنوب شرق آسيا يتغذى على الثديات والطيور والزواحف ومن المعروف أنه أحيانا ما يهاجم البشر ثانيا الأناكوندا أعتقد أن الجميع يعرف هذا الثعبان هو الأناكوندا العملاق يعيش في الغابات المطيرة والأحراج بأمريكا الجنوبية ينمو هذا الثعبان ليصل إلى أحجام تبلغ 5.6 أمتار وأوزان تبلغ 98 كيلوجراما يتكهن البعض بأن طول الأناكوندا قد يتراوح بين 8 إلى 11.4 مترا أولا وأخيرا الأفعة المشبكية عثر عليها في الجنوب شرق آسيا وتعتبر أطول الثعبين وأطول الزواحف في العالم بشكل عام كما أنها ضمن أثقل ثلاثة ثعبين وزنا في العالم هذه الأفعة غير سمة ويقول بعض العلماء أنهم كانوا قد عثروا على أفعة مشبكية يبلغ طولها 10 أمتار وعد الرغم من هذه التكهنات إلا أن أطول أفعة مشبكية عثر عليها بلغ طولها 7.5 مترا هل تخشون الثعبين؟ اترك تعليقا بذلك ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة